موسيقى تحية طيبة مجاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية من صحفة الحياة اللندنية ونطالع في أبرز عنوينها خطة روسيا وحلفائها في سوريا المفيدة تحصين دمشق واستسلام حلب ومصالحات حيث ضاقت الفجوة بين موسكو من جهة وطهران ودمشق من جهة أخرى وباتت القوات العسكرية التابعة للأطراف الثلاثة ماضية في سباق مع الزمن لتطبيق استراتيجية من أربع نقاط تضمن تحصين دمشق واستسلام حلب وتحقيق تقدم عسكري في مناطق أخرى وفرض تسويات مع تطبيع الأمم المتحدة واحتمال إجراء تغييرات سياسية قبل وصول رئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض بداية العام المقبل ورفق دبلوماسيين وسفراء زاروا دمشق في الأيام الماضية فإن مزاج المسؤولين السوريين بات عاليا جدا والمعنويات مرتفعة على عكس أشهر سابقة وبات أبعد ما يمكن عن مزاج قبول تسويات مع المعارضة السياسية أو مع الأمم المتحدة وفي صحيفة العرب القطرية نطالع مع تواصل المحرقاء إلى متى ستصمد حلب الصور المؤلمة التي تخرج من حلب على شاشات التلفزة والتي تتصادر وجهات الصحافة تحمل عشرات الأسئلة قد يكون أسهلها أين ضمير العالم من هذه المذبحة وقد يكون أصعبها إلى متى ستصمد مدينة حلب في وجه هذه الهجمة نحو أربعمائة قتيل ومثلهم ويزيد من الجرحى في أحياء المعارضة بحلب شمال سوريا وذلك إثر غرات من الطيران الحربي الروسي والسوري بمختلف الأسلحة لا تزال مستمرة لليوم التاسع على التوالي بعد انتهاء الهدنة التي توصلت إليها واشنطن وموسكو ولم تتمخذ جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا أول أمس الأحد عن شيء إلا رسالة واحدة أوصلها مندوب النظام السوري بشار الجعفري تقول إن نظام وحالفه الروسي ماضيان في الحل العسكري حتى استعادة السيطرة على كامل حلب ولم يوفر الطرفان جهدا في التأكيد بأنهم يستهدفون عناصر إرهابية في أحياء حلب المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة وتنقل الجزيرة عن عدو الاتلاف الوطنين قوى الثورة والمعارضة السورية سمير نشار قوله إنه لا بد من ترتيب البيت الداخلي للثورة وإعادة تقديمها للمجتمع الدولي وذلك عن طريق اقتراب جبهة فتح الشام أكثر من نظرائها وإعلانها مشروعا وطنيا خالصا سوريا وتلاقي مشروعها مع المشروع الوطني الذي توصلت له معظم الفصائل العسكرية والأطياف السياسية المعارضة في المؤتمر الذي عقد بالعاصمة السعودية أرياض العام الماضي ويرى المعارضة السوري أن هذا الانتقاء بين المشروعين سيحرم المجتمع الدولي المتخاذل ومن ضمنها الولايات المتحدة والروس والنظام السوري أيضا من العزف على وتر محاربة الإرهاب ويوضح نشار أنه عندما يرى المجتمع الدولي أن ما يحصل في سوريا هو ثورة تحمل مشروعا وطنيا واحدا تحميه فصائل عسكرية متحدة ومتوافقة عليه لن يبقى أمامه إلا الاستماع لمطالب السوريين وفي موقع تركبريس نطالع الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 348 مليون يورو للاجئين السوريين في تركيا وجاء في تفاصيل الخبر يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية نقدية بقيمة 348 مليون يورو للاجئين السوريين في تركيا وذلك في إطار برنامج مساعدة للاندماج الاجتماعي للأجانب وذلك خلال كلمة لمفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات ألقاها بمراسم إطلاق البرنامج بالتعاون مع الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية يوم الاثنين وأضاف أن البرنامج الذي خصصه الاتحاد الأوروبي يعد أكبر صندوق مساعدات يطلقه الاتحاد لغاية اليوم مهشرا إلى أن الأزمة السورية التي لا مثيل لها تحتاج لاستجابة ترقى لمستوها ولفت إلى أن نحو مليون لاجئ سوري سيستفيدون من المساعدات المالية من خلال بطاقات مصرفية يصدرها الهلال الأحمر التركي تمكن اللاجئ من تأمين احتياجاته عبر المبلغ المدعي فيها من جانبها قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي في كلمة خلال المراسم إن المساعدة المالية التي ستقدم للاجئين عبر بطاقات الهلال الأحمر التركي ستساعد الأمهات على تلبية احتياجات أطفالهن وأعربت عن شكرها لتركيا التي تصطديف أكبر عدد من اللاجئين في العالم كما شكرت دول الاتحاد الأوروبي على تقديمها مساعدة مالية كبيرة في إطار هذا البرنامج مشددة على ضرورة عمل المزيد في مسألة إغاثة اللاجئين وفي صحيفة يوني شفق التركية نطالع ارتفاع عدد العائدين إلى جرابلوس السورية إلى 3462 شخصا حيث تستمر عودة قسم من اللاجئين السوريين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم مع بداية الأحداث الدامية قبل أكثر من خمسة أعوام إلى مدينة جرابلوس التي تحررت من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ضمن إطار عملية درع الفرات التي أطلقتها تركيا في الشمال السوري لدعم الجيش الحر وأفدى مراسل الأناضول استنادا إلى معلومات حصل عليها من ولاية غزي عنتاب جنوب تركيا أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى جرابلوس منذ تحريرها إلى اليوم وصل إلى 3462 لاجئا وأضاف أن اللاجئين الرغبين في العودة يدخلون المدينة المحررة بإشراف فرق مديرية إدارة الهجرة التابعة لولاية غزي عنتاب بعد إتمامهم لمعاملات الخروج في فرع الولاية بمنطقة قرقاميش الحدودية ومعظم اللاجئين السوريين العائدين هم من النساء والأطفال مشيرا أنهم يدخلون جرابلوس عبر البوابة الجمهورية لمنطقة قرقاميش مستحبين معهم أمتعتهم وأغرضهم الشخصية وفي عينب بلد نطالع القصف يمنع دخول مساعدات إلى مدينة رستان شمال حمص حيث منعت كثافة القصف على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي دخول مساعدات كان من المقرر أن تدخل مدينة رستان ظهر أمس الثلاثاء وأفدى مراسل عينب بلد في ريف حمص الشمالي أن القافلة التي كانت ستدخل برفقة الهلال الأحمر عادت أدراجها بعد وقوفها منذ ساعات الصباح الأولى بعد أن عرقل النظام دخولهم بشكل فوري وقال المراسل إن القافلة كانت متوقفة على حاجستير مع الله حين اشتد القصف على الرستان وبلدتين فرحانية وغرناطا ما دعا كوادر الهلال للعودة دون إدخال سيارات القافلة وكانت تحوي مواد غذائية ومنظفات وفق المراسل وقال ناشط الإعلامي من ريف حمص الشمالي عامر الناصر لعينب بلدي إن عدد السيارات التي كان من المقرر دخولها ثمانية عشر سيارة مشيرا إلى أن ثلاثمائة متر كانت تفصيلها عن الدخول قبل اشتداد القصف وفي العرب الجديد نطالع النظام يضغط لتهجير أهالي قدسية والهامة على طريقة دارية حيث وسعت قوات النظام السوري نطاق عملياتها في شمال غرب العاصمة دمشق ضاربة بعرض الحائط اتفاق هدنك كانت قد أبرمته مع قوات المعارضة السورية محاولة اقتحام بلدتين الهامة وقدسية والتين تضمان مئة الألاف من المدنيين في مسعى جديد من النظام لإجبار مقاتلي المعارضة على الخروج إلى مناطق في الشمال السوري في إطار وتغيير ديمغرافي يعمل على تنفيذه في محيط العاصمة وقال عبد الشامي من مجلس الهامة المحلي إن قوات النظام وميليشيات طائفية تساندها حاولت صباح أمس الثلاثاء التقدم باتجاه بلدة قدسية من محور حي الخياطين غرب البلدة بتزامن مع قصف بالمدفعية والهوين والدبابات مشيرا في حديث مع العرب الجديد من داخل البلدة إلى أن فصائل المعارضة السورية تصدت لمحاولة الاقتحام وردت القوات المهاجمة على أعقابها وأشار إلى أن ميليشيات طائفية تتبع للنظام متمركزة في جبل الورد استهدفت المدنيين في بلدتي قدسية والهامة بالرشاشات بتزامن مع محاولات الاقتحام ما أدى إلى إصابة العديد منهم وفي موقع أوريانت نيوز نطالع روسيا تنشر بنود اتفاقها مع أمريكا بشأن سوريا وهذه أهم النقاط حيث سربت وزارة الخارجية الروسية نص الاتفاق الموقع بين وزيري الخارجي الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري حول سوريا والذي تم التواصل إليه في جينيف في التاسع من الشهر الحالي وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها قررت تشر نص الوثيقة بعدما سربت وزارة الخارجية الأمريكية قسما من الوثائق من دون الاتفاق على تاريخ النشر مع موسكو وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات وتسهيل وقف التصعيد بين طرفين نزاع لتعزيز وقف الأعمال العدائية في سوريا وفي حالة خرق أو احتمال خرق نظام وقف الأعمال العدائية بما في ذلك استئناف الأعمال القتالية فإن روسيا والولايات المتحدة تحكمان فرقة العمل الدولية لمجموعة تعمي سوريا وتطرق أحد بنود الاتفاق إلى أن الهيئات المكلفة ستطلب معلومات إضافية من الأطراف المشكوك في خرقها للنظام ومن أجل تقييم حجم الخروق من مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا ونص الاتفاق أيضا على أنه على روسيا والولايات المتحدة تأمين الحصول على معلومات كافية وموضوعية بشأن الحوادث ونوايا الأطراف لتنفيذ نظام وقف الأعمال العدائية ونص أحد البنود على إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب وفقا لأحكام اتفاق وقف أعمال القتال والإجراءات الأممية لحين نشر نقطة التفتيش للهلال الأحمر السوري أو طرف ثالث آخر متفق عليه على طريق الكستيلو ويضاف إلى ذلك انسحاب قوات الأسد ومجموعة المعارضة المعتدلة من الطريق بشكل متزامن لإقامة منطقة منزوعة السلاح وعدم عرقلة حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية وختم حلقتنا مع شبكة شام الإخبارية ونقرأ في العنوين بعد قيام مجموعة بحرقه مظاهرة كبيرة في مدينة عزاز يرفعون علام الثورة حيث تجمع المئات من أبناء مدينة عزاز والمقيمين فيها اليوم بمظاهرة شعبية حاشدة في الساحة العامة رفعت علام الثورة السورية وحيت فصائل الثوار والجيش الحر مطالبة بتوحيد الصفوف في وجه القوى التي تعمل على تفكيك الثورة ونشر الخلاف والشقاق بين فصائلها وجاءت المظاهرة بعد يوم من قيام مجموعة بحرق علام الثورة السورية في إحدى الساحات العامة بمدينة عزاز على أنها راية علمانية الأمر الذي أثر استهجان الأهالي وفصائل الثوار بشكل كبير لما لعلم الثورة من رمزية كبيرة في الحراك الثوري السوري منذ بدايته ويعتبر علام الثورة السورية الذي كان فيما مضى علما للاستقلال من المستعمر الفرنسي رمزا من رمز الثورة السورية الذي رفعه المتظاهرون في بداية الحراك الثوري لتمييز راية الثوار عن راية قوة الأسد وعلم جمهورية الأسد وشبحته فكان هذا العلم مقدسا للثوار التفت به جثامين ألاف من الشهداء على درب الثورة الطويل وما زالت تتخذه العديد من الفصائل كرايا لها لرمزيته الكبيرة في الثورة العمل الذي قمت به العناصر المحسوبة على طرف معين في الثورة جاء كرد فعل على دخول قوات أمريكية للشمال السوري للمشاركة في عملية درع الفورات بمباركة من بعض الفصائل من الجيش الحر التي تتخذ من هذا العلم راية لها حيث يعتبر البعض أن هذا العلم يرمز للانسياع للغرب والتحالف معه في إشارة للجيش الحر وفصائله وبهذا الخبر مشاهدين ننهي حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى اشتركوا في القناة